اشتركوا في القناة 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 بتبقى عايزة شخصية كبيرة بتبقى عايزة تفكير كبير بتبقى عايزة تركيز عالي جدا من السانية الاولى للسانية الاخيرة أنت في مرات المحلة بيدخل في الجول في ديئة 94.5 بتجيب جول بعدها بتلاتين ثانية. في مرات الزمالك بيدخل في الجول في ديئة 51 بتجيب جول في ديئة 52. في مرات سموحة بيدخل في الجول في ديئة 66 أو 61 بتجيب جول بعدها بدقيقة. يعني دايما المسئولية بتبقى كبيرة والأفكار لازم تبقى على قد المسئولية وإنت كمان كالعيب كبير مش هتيجي غير من المطشط الكبيرة. النجومية بتيجي بتبقى محفورة عند الجمهور من ايه؟ من الاحداث اللي بتبقى محفوظة عند الناس والاحداث دي بتبقى عايزة مطشط كبيرة وبطولة كبيرة ان شاء رحمل بإذن الله بإذن الله نرجع بالبطولة ان شاء الله شكرا جزيلا بنشكر أكيد لكابتن كبير طبعا كابتن سايد عبد الحفيز ومدير الكرة الحقيقة كابتن اسلام أجواء مميزة جدا وتركيض أكتر من رائع لكل العيبي أرنادي الأهلي الجهاز الفني مجلس الإدارة كل الأمور دي ان شاء الله بإذن الله تكلل مجهودات الكبيرة اللي بتبزل المناخ الطيبة اللي احنا عايشين فيه ترتيبات الإدارية كل الأمور دي ان شاء الله كابتن اسلام بالجدية الكبيرة وبإصرار اللعيبة وبتركيزهم الأكبر وبحمسهم الحقيقة فيه تدريبات فريق النادي الأهلي ومع التشكيل الأمس ان شاء الله بإذن الله اللي بنسك في المسلمين الحقيقة وبنسك في كل اللعيبة ان شاء الله يكون موفق في اختيار العناصر هكون فيها دي المباراة أي حد يكون متواجد في المباراة في السكواد في القائمة إن شاء الله بإذن الله يؤدي عليه زيادة سقطنا كبيرة جدا في اللعيبة في جمهورنا الحقيقة إن شاء الله بإذن الله عندنا سيقة كبيرة جدا فيهم كانوا متواجدين في المطار ومتواجدين في كل خطوة الحقيقة إن شاء الله بإذن الله استاد أحمد بن علي يمتلئ بجمهور النادي الآلي هتاف من أول دي الآخر دي وإن شاء الله بإذن الله سقطنا كبيرة جدا فربنا سبحانه وتعالى وأكبر كمان في العيب النادي الآلي نحن نرجع من قطر زي ما رجعنا قبل كده بالنسخة الماضية إن شاء الله بإذن الله نقدر نرجع ببطولة السوبر خدولات بطولة النادي الآلي لكن في هذه الحظات عاود إليك والكابتن إسلام الشاطئ بشكرك شكرا جزيلا زاملنا كريم أحمد زي ما قلت لحضراتكم لقاء مسجل مع كابتن سيد عبد الحفيز وكلام مهم جدا الحقيقة سيد كلامه دائما ما يكون كلام بالأرقام وبالحقائق وكلام محترم بيضع كل المسئولية على كل مسئول الجمهور نحيط تشجيعه اللعبين على مسئوليتهم إنهم يلعبوا مباراة جيدة بيتسو موسماني إنهم يعمل مباراة جيدة وفي النهاية الكل خلف النادي الأهلي بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة ونضع بطولة أخرى قرية تنضم إن شاء الله لبطولات النادي الأهلي